استيقظ اليمنيون على مأساة جديدة تضاعف ما يحيط بهذا الشعب من مآس وما أكثرها على اليمنين فمنذ إعلان التحالف إغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية لليمن وتداعياتها السيئة مستمرة إغلاق المنافذ بحسب بيان التحالف جاء لسد كل الثغرات التي تهرب منها الصواريخ غير أنه من الواضح أنه لم يأتي إلا لسد آخر منفذ للحياة أمام اليمنين وبالذات فيما يتعلق بلقمة العيش آخر ما تبقى لليمنين من خيوط الحياة توقف دخول الواردات والمساعدات منذ إغلاق المنافذ كان له آثار سلبية حيث تسبب بموجة هلع لدى المواطنين وارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية التي اختفت من معظم محطات الوقود بصورة مفاجئة المخاوف من استمرار إغلاق المنافذ التي قال التحالف إنه إغلاق مؤقت يفتح بابا جديدا للحصار الذي تزداد وطأته وتعود أزمة العالقين في الخارج والداخل من جديد إلى واجهة الأحداث بعد توقف رحلات طيران اليمنية والمنافذ البرية الأمم المتحدة هي الأخرى علنت تعليق عملياتها الإنسانية وسحبت ثمان سفن من ميناء الحديد وسط تحذيرات أطلقتها منظمات عاملة في المجال الإغاثي والإنسان في اليمن من مخاطر استمرار الحصار المضروب وتأثيره على دخول المساعدات الإنسانية ومكافحة الأوبئة التي تضرب البلاد إغلاق المنافذ الجوية والبحرية للبلاد الذي جاء بحجة الحد من تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيا الحوثي جاء كرد فعل للتحالف على الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الانقلابيون باتجاه الرياض ولم يكن الصاروخ الوحيد لم يكن سوى عقاب جماعي كما يصفه بعض المتابعين للأحداث على بلد يشهد أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه وينذر بموت بطيء إلى جانب ما تصنعه الحرب والأوبئة والمجاعة وضيق الحال يعيش اليمنيون كارثة إنسانية تنمو على مرأة ومسمع من العالم الذي يكتفي بالفرجة وإطلاق بعض التصريحات التي تحضر فيها الدوافع السياسية أكثر من الدوافع الإنسانية ذات صلة المباشرة بالإنسان اليمني ومصيره حرب بالاستراتيجية تقود إلى نصر ولا آفاق سياسية تصبح حربا كارثية يتشارك فيها التحالف والانقلاب هنا في دمار البلد وإراقة الدماء